يعنيون أن انتخابات البرلمان الإيراني المقررة في الثاني من أذار مارس المقبل تشكل تحدياً حقيقياً لمراكز القوى المتصارعة على النفوذ في الجمهورية الإسلامية أشر هؤلاء إلى أن التهديد الكبير أمام مراكز النفوذ المرتبطة بالمرشد الأعلى هو تعبئة الإيرانيين للمشاركة في هذه الانتخابات من جانبهم كشف خبراء أمريكيون أن أقطاب المعارضة الإيرانية تحضر لدعوة عامة للإيرانيين لمقاطعة هذه الانتخابات ولإظهار عجز الحكومة على تعبئة الإيرانيين يعتقد الناشط السياسي والأكاديمي الإيراني حسن غزيان أن انتخابات البرلمان المقررة العام الحالي في إيران موعد مناسب للحسم بين مراكز القوى في بلاده ذلك لأن ميراث الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي خلفت اضطرابات واسعة في إيران على خلفية اتهام التيار الإصلاح للمحافظين بالتزوير لا تزال هي ما يحرك المشهد في طهران هناك تحدي المشاركة والمنافسة وهما أمران سيميزان هذه الانتخابات فالمشاركة تعني للنظام قدرته على التجنيد الشعبي وأنه لا يزال يحظى بالشعبية والقوة بين الإيرانيين أما بالنسبة للمنافسة فهناك سرع ثلاثي بين الإصلاح والمحافظين والمستقلين غزيان الذي يزور واشنطن حاليا في إطار جولة للحديث إلى مؤسسات بحتية وأكاديمية يرى أيضا أن لتحولات المحيط الجغرافي لإيران دورا محتملا في صناعة المشهد الانتخابي المقبل في طهران الإيرانيون ينظرون بإعجاب لما يحدث في العالم العربي حاليا وهم يعتقدون أن التغيير الذي حدث في دول المنطقة سيكون في صالح هذه الشعوب حتى لو كان الاحتكاك بين الإيرانيين وبقية العالم العربي ليس دائما وليس مباشرا رؤية الأكاديم والنشط الإيراني تتطابق مع رؤية يعتقد من خلالها خبراء واشنطن أن حركة المعارضة الإيرانية تعمل من الآن على إعداد خطة شاملة لمواجهة إرادة المرشد الأعلى ومحيطه النافذ في رسم ملامح البرلمان المقبل هناك دعوات معلنة وصريحة من أقطاب في المعارضة الإيرانية تطالب الإيرانيين بعدم المشاركة في هذه الانتخابات والإضراب عن العمل في يوم الانتخابات نفسه وإظهار حالة الشلل في الحياة العامة يجبع الخبراء الإيرانيون والأمريكيون على حد سواء هنا في واشنطن على أن انتخابات البرلمان المقبلة في إيران ستكون معركة الداخل الإيراني بين إرادة المرشد وسلطات نفوده والتيار المعارض لهذه السلطة والطمح إلى إصلاح أكبر وتأثيرات المحيط الإقليمي لإيران في ظل أجوائي ما صار يعرف الآن بالربيع العربي رابح فلالي الحرة واشنطن